قيل عن مأربة واحة للهدوء النسبي الاكثر مناسبة للإقامة والعمل تبدو كذلك وهي تسابق نفسها للعام الخامس منذ دحرة الانقلاب وصدرت المدينة نفسها على غير ما كانت عليه شبكة طرق واسعة وحديثة مشاريع تنموية وبنجة تحتية سهلت كثيرا جد استثمارات نسبية في مجالات مختلفة وهو ما شكل حركة تجارية غير متوقفة أعادت مأربة إلى الواجهة مجددا مأربة في 2019 حاولت أن تبدو كدولة مستقرة وتظهر كعاصمة آمنة وأيضا فيها المشاريع تظهر بقوة هناك مستشفيات حديثة وقيمة هناك طرق كبيرة افتتحت هناك أيضا كهرباء توسعت خدمات كبيرة ومتطورة لكنها لا تلبي بالقدر المطلوب الشيء ونقضه في آن هو ربما ما تعيشه مأرب اليوم فهناك على أطرف المدينة أو بالقرب منها في سرواح جبهة حرب لا تزال ناشطة حينا ومتوقفة أحاين كثيرة أما في قلبها فحراك لا يكاد يتوقف من الحياة والمشاريع في مجالة التعليم والصحة والكهرباء وتوفير الخدمات بنسب مقبولة غير أن مطالبات الناس متزايدة بما يواكب التطور الملحوظ وتحسين مستوى الخدمات إنجاز كبير جدا في عدة جوانب في الجانب الأمني في جانب التنمي في المحافظة في جانب أيضا الخدمات التي اليوم مأرب تتصدر تقديم الخدمات لأبناء اليمن وعندما أتكلم اليوم عن أبناء اليمن محافظة مأرب كل اليمن يمثلين فيها اليوم تم توسيع الشبكة الكهرباء وشملت مديريات كانت حلم بالنسبة لها وهي مديرية ماهلية ومديرية العبدية ومديرية رحبة أيضا إلى جانب توسعة الشبكة التي يحتاجها النازح الذين أتوا إلى هذه المحافظة من 7 ميجاوات اليوم إلى تقريبا 100 ميجاوات ولازالت هناك طلبات كبيرة جدا على الكهرباء بالنظر إلى ما تحقق حتى اليوم يتضح حاجة المحافظة إلى تفعيل طرق وأساليب لمواكبة التغيير بما يجعلها أكثر جدوى وفائدة حيث لا زالت أغلب المشاريع تنجز بعشوائية دون التفكير بمدى استفادة المحافظة مستقبلا منها وهو ما يتطلب من السلطات تفعيل الدور الركابي والمحاسبي ومكاشفة الساكن والكادم إليها بحضور الدولة يقول الناس إن مأرب كانت قرية حتى وقت قريب غير أنها اليوم أشبه بعاصمة عسكرية واقتصادية يتفق الجميع ربما على أنها باتت المحافظة الجامعة والأفضل عما كانت عليها سابقا خليل الطويل قناة بلقيس مأرب